اكد المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكرية عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي الفيروس كورونا اكد أهمية مبادرة أولياء الأمور بتطعيم أبنائهم من الفئة العمرية البالغة ثلاثة أعوام أحد عشر عاما بالتطعيم المضاد لفيروس كورونا يأتي هذا التأكيد في ظل ارتفاع عدد الحالات القائمة بين هذه الفئة العمرية عالميا دكتور القحطاني أشاري لأن الدراسات والأبحاث العلمية أثبتت مأمونية التطعيمات وفعاليتها في رفع كفاءة الجهاز المناعي وتخفيف مضاعفات الفيروس التي قد تؤدي لطلاق العلاج في المستشفى أو العناية المركزة لافتا إلى أن الدراسات كذلك أثبتت دور التطعيمات في تقليل أعراض الفيروس التي قد تستمر عند بعض الحالات لفتلات طويلة بعد التعافي من الفيروس أكد القحطاني أن المناع المكتسبة من التطعيم المضاد للفيروس تسهم في رفع المنحل المناعي للجسم دون مضاعفات على عكس المناع المكتسبة لدى المتعافين من الفيروس التي قد يصاحبها بعض المضاعفات نتيجة الإصابة بالفيروس والتي قد تستمر عند بعض الحالات لفترات طويلة دع الدكتور القحطاني أولياء الأمور لضرورة أخذ أبنائهم التطعيم المضاد للفيروس لتوفير الحماية اللازمة لهم حفاظا على سلامتهم لفترات طويلة شكرا